أظهرت دراسة نشرتها مجلة The Lancet الطبية اليوم أن أكثر من 800 فرد من الفرق الطبية العاملة في سوريا قتلوا منذ بدء النزاع في سوريا كما أظهرت الدراسة أن استهداف المنشآت الطبية قد تضاعف في عام 2016 مع دخول روسيا إلى جانب نظام الأسد في قصف القرى والبلدات ما جعل العام 2016 الأكثر دموية حتى اليوم إلى التفاصيل كان ولا يزال استهداف القطاع الصحي والفرق الطبية هدفا للحرب والقصف الممنهج في سوريا حيث استهدف نظام الأسد الأطباء خاصة فلاحقهم واعتقلهم وهناك توثيقات عديدة تؤكد قتل كثير منهم تحت التعذيب مع مرور ست سنوات على بدء الثورة في سوريا نشرت دورية لانست الطبية دراسة قالت فيها أن السنة الماضية كانت الأخطر على العاملين في مجال الصحة في سوريا مع تعرضهم لكثير من الهجمات من بينها القتل والسجن والخطف والتعذيب واعتمدت الدراسة على مصادر كثيرة لتقويم تأثير الحرب على العاملين في مجال الرعاية الصحية والقطاع الصحي وخلصت الدراسة إلى ما وصفته بأن الرعاية الصحية في سوريا تحولت إلى سلاح في الحرب تستخدم ضد من يحتاجون إليها بحرمانهم منها وقدرت الدراسة أن 814 عامنا في المجال الطبي قتلوا في المدة بين مارس آذار 2011 وفبراير شباط السنة الجارية وقال باحثون إن هناك ما يقرب من 200 هجوم على المراكز الصحية سنة الماضية مؤكدين أن الهجوم المتكرر على المنشآت الصحية بهدف إغلاقها أحد الملامح الرئيسة لتحويل الرعاية الصحية إلى سلاح في الحرب وزادت الهجمات على المستشفيات والمنشآت الصحية إلى ما يقدر بنحو 199 هجوماً السنة الماضية بعد أن كان عددها يزيد على 90 هجوماً في عام 2012 ووجدت الدراسة أن مستشفى كفرزيت في محافظة حما قصف 33 مرة منذ سنة 2014 من بينها 6 مرات هذه السنة وقصف مستشفى تحت الأرض في شرق حلب 19 مرة في ثلاث سنوات ودمر في أكتوبر 21 السنة الماضية وفي ختام الدراسة دعا الباحثون إلى تحرك عاجل لا سيما منظمة الصحة العالمية مطالبين بتشريعات وطنية ودولية أقوى لحماية العاملين في الرعاية الصحية في مناطق الصراع